تتكدس هنا أطنان من مواد غذائية فاسدة جزء منها منتهي الصلاحية منذ سبع سنوات فهذا آخر ما تم ضبطه على أيدي أفراد من جهاز الضابطة الجمركية الفلسطيني في رام الله أما المصدر فغالبا ما يكون إسرائيل ومستوطناتها هذه البضاعة التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة هي بضايا مستوطنات هم يتعاملوا مع أراضينا ومع مناطقنا ومع الشعب الفلسطيني كما كبل النفاياتهم بيكبوا كل النفايات اللي هم بالغنى عنها أو قاربت على الانتهاء أو منتهية الصلاحية لبعض التجار الجيشيين وبتعاملوا معنا كما كبل النفايات هذه آخر نقطة يمكن أن يصل لها جهاز الضابط الجمركية الفلسطيني بحكم تكبيل اتفاقيات سابقة مع إسرائيل تجعل من عملهم خلف هذا الخط ممنوعا لكن رغم ذلك يجري العمل على قدم وساق لجعل السوق الفلسطيني خالية من أي مواد غذائية فاسدة قد تضر بالإنسان الفلسطيني ما يزيد عن ثلاثمائة فرد في هذا الجهاز فقط يعملون في المدن الفلسطينية يرابطون على المداخل لمنع أي تهريب للبضائع الفاسدة أو لاستيطانية المنشأ فهنا يتجلى صراع السيادة مع الاحتلال على الأرض وأمن الفرد والمجتمع فإسرائيل التي تسيطر على المعابر والحدود تسيطر أيضا على نوعية البضائع الواردة والمصدرة من الأراضي الفلسطينية وإليها فالصراع الاقتصادي هنا لا يقل أهمية عن السياسي فالفلسطينيون يسعون منذ زمن لتنظيف أسواقهم من المنتجات الإسرائيلية ورفع مستوى الوعي الفلسطيني تجاه المنتج الوطني في راسلوت في سكاي نيوز عربية رام الله ترجمة نانسي قنقر